السلام عليكم اعرفوا في رمضان ماذا تقول اذا لم تستطع اداء سجادة التلاوة في شهر النفحات والبركات شهر الرحمة والغفران شهر القرآن الذي فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان المعظم 1445 يحرص الكثير من المسلمين على معرفة الاحكام الشرعية الخاصة بالصيام وغير الصيام من شؤون الحياة العامة حرصا على قبول تلك العبادة العظيمة الركن الرابع من اركان الاسلام وفي ذلك الاطار يحرص مصر اوي على بيان الفتوى والاحكام الشرعية استنادا لرأي الاسهر الشريف ودار الافتاء المصريات ولجان الفتوى الرسميات وكبار العلماء اوضحت دار الافتاء المصريات انه يستحب للمسلم ان يأتي بشيء من الاذكار والادعية عند تعذر الاتيان بسجود التلاوة واكدت اللجنة ان السجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وغيرها لقول النبي اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يويله الرواه مسلم ويشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث واتهارة البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة ولا تصح سجدة التلاوة الا اذا استوفت هذه الشروط فاذا لم يكن المسلم مستكمل لشروط سجود التلاوة او يتعذر عليه الاتيان بها فله ان يكتفي بقوله اربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الى بالله العظيم ونحوه من الاذكار والادعية التي فيها ثناء على الله عز وجل وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم